سنابل القمح في مزرعته يتجول سعد العلاوين المزارع الأردنية يراقب منتوجه الزراعية ومدى نضوجه وتأثره بشح المياه وتراجع منسوب الموسم المطرية ويطالب الحكومة بدعمه في ظل أزمة غذاء عالمية لرفع كميات إنتاجه بالبرصة العالمية ارتفع الضعف تقريبا بعد أزمة أكرانية ثمان طون رقمه الأمن غذائي يحتاج إلى خطط خطط داعم لهذا القطاع سواء بمدخلات الإنتاج أو المياه أو الأراضي توسعة قاعدة إنتاج الحبوب لتطوير واقع الأمن الغذائي هي أبرز ملامح خطة وزارة الزراعة الأردنية للسنوات المقبلة والتي تتضمن تقديم قروض بدون فوائد وأراضي للاستثمار لتشجيع المزارعين على زراعة الحنطة والشعير إنشاء ستين حفيرة وسد ماء في كافة محافظات المملكة طرحنا عضاء حوالي ثلاثين حفيرة لغاية اليوم وسنستكبل الشهرين القادمين ثلاثين حفيرة أخرى تمويل سنعمل على دعم الزراعة القمح والشعير بقروض بدون فائدة وفي بلد يعتبر الأفقر مائيا في العالم اعتبر خبراء توجه الحكومة لزراعة القمح مخاطرة في الواقع المائي كونها تحتاج لكميات كبيرة من المياه ومرهونة بحجم الهطول المطاري الذي تراجع هو الآخر بسبب التغير المناخي لا يمكن أن تكون زراعة مستدامة لأنه كميات المياه اللازمة لإنجاح أي عمل بهذا الشكل هي كميات هائلة كما ستوصله يعني بإن كانت كل مادية شرعة توصله 10% 15% هذا الرقم لا يؤثر اقتصاديا مثل ما تستخدم نفس المياه لزراعات ذات قيمة أعلى يذكر أن أعدادا كبيرة من المزارعين هجروا أرضهم خلال السنوات الماضية بسبب تداعيات أزمات خارجية ترتبط بدول الجوار وأزماتها الأمنية اليوم امتدت إلى تداعيات الحرب على أوكرانيا لا يتجاوز حجم الإنتاج الأردني من الحبوب حاجز الـ 2% من حاجة السوق المحلية رقم يفرض على السلطات تقديم الدعم للمزارعين من أجل رفع نسبة إنتاجهم في ظل أزمة غذاء عالمية تلوح في الأفق ليبقى التحدي الوحيد هو شح المياه حيدر العبدالي الحرة الأغوار الوسطى